واش عمرك عرفتي كيفاش المغاربة اختاروا الاسماء العائلية ديرهم وكيفاش جاء اصل هاد الالقاب التي تندري جديد منها كناش الحالة المادنية اليوم ان شاء الله من خلال هاد الحلقة هاد نتعرفوا على اصل ومصدر الاسماء العائلية المغربية اهلا وسهلا بكم صديقاتي اصدقائي في حلقة جديدة ومتجددة عبر قناة حديث الساعة اليوم اختارت لكم هذا الموضوع العائلي هذا الموضوع اللي تهتم بالالقاب والاسماء العائلية المغربية اولا تعرفوا على ما هو كناش الحالة المادنية كناش الحالة المادنية عرفوا ان مغربها سنة 1915 وكان بشكل اختياري منذ تلك السنة الى سنة 1950 وبالتحديد في 8 مارس ولا بشكل الزامي وضروري ان قاعدة مغربها يكونوا حامل الكناش الحالة المادنية وهو مهم وضروري لولوج الادارات المدارس وسوق الشغل وهاد الكناش الحالة المدنية في واحدة كونية وهاد الكنية تتندرج دي منها هاد القسم الاقسام اللي قد نتكر لكم على التوالي ممكنش تخرج على هاد الاقسام اولا القسم الاول المتعلق بالحرفيين نسبة الى حرفتين ما تطلقى جدك مثلا نجار كان قلت كنيته نجاري متى اسمهنة الخياطة تطلقوا كنيته الخياطي ثم قسم الثاني المتعلق بالجد نقاع الكونيات اللي تتدبن او بال فهي متعلقة بالجد ديالك الاول مثلا بالعربي بالخياط باللمليح الى اخره ثم ندزل القسم الثالي المتعلق بالقابلة نسبة الى قابلة تينما تطلقوا مثلا كنيته الشاوي نسبة الى الشاوية كاللي تطلقوا كنيته الدكالي نسبة الى دكالة ثم القسم الرابع المتعلق بالطبيعة مثلا كين اللي كنيته السبع كاللي كنيته الهدود كاللي كنيته بالغزال كاللي كنيته مثلا النخلي ثم ندزل القسم المتعلق بالاصل كاللي جد ديالو مثلا كان من المارينيين تلقوا كنيته الماريني او لادريسي نسبة الى الادارسة او السعدي نسبة الى السعديين ثم انتقلوا لقسم الآخر المتعلق بالشغرة كيف تجدوا تعلقت وارتبطت مثلا هي بقصر لقامة ديالو كانوا تعيطوا عليه في الحي أو في القبيلة ديالو كانوا تعيطوا عليه القصير ووقعت هذه الكنية من الأزماء وحتى تحتها فكناش الحالة المدنية والآن غالي ننتقلوا لواحد المسألة اللي هي بعد الكنيات اللي تلقاهم قدحيين وتسببوا واحد لإحراج واحد تنمر للحاملين دياله ومن حق أي واحد أي مواطن أنه يغير هذا اللقب ديالو اللجوء إلى المحكمة للأسرة عبر مصطارة بسيطة وتنتمنى هذه الحلقة تكون راقتكم تحياتي